في التظاهرات هو ضد طبقة سياسية فاسدة أثرت بالمال العام وأتت على نظرية المخاوف أنه قسموا الشعب العراقي الشيعي يخاف من السن سنع الدريبة من الشيعة الأكراد عدتهم ضد العراب والعرب ضد الأكاة وهكذا فكل مكون سولت لقيادة سياسية وهمية طبعا هذا التخوف و بعد هذه التخوفات هي جنبنة العملية السياسية على أساس مكوناتها ثلاثة وزعمائها كل زعيم يحافظ على حقوقها يبدو أنه مستمرة يردونها أن تكون مستمرة لأن مصلحتهم باستمرارها مصلحة طبقة المتنفذة باستمرار هذا التقسيم ولكن الشعب رضخ لهذا التقسيم يحاول يتعدى هذا التقسيم باتجاه هوية وطنية كلنا مواطنين أحرار ولكن الشعب